موسيقى مش هيك يوم عندي خمس أخبار وفي الفكرة يلي كنا بلشناها قبل انفجار أربع قام يلي هي شو صار بهنهار من 2014 اليوم تتشوف حتى نحن كصحفيين وكم مواطنين كيف تختلف الأمور بشكل جد غريب بتقول شو كانت أولوياتنا وشو صارت أولوياتنا مع أنه في شي مشترك بتصور حتى ترجع أنا وياكي كمان انتبه له بس ينحط الفيديو بس خليني بلش بهذه الفكرة يلي هي صار أو ما صار داليا الخبر الأول وإذا بتتذكر وتحكينا بالأخبار كاسبة دايما بيكون فيه هدف من وراها يعني مش لله بالله تطلع خبريه من هذا النوع ولا لو شو ما كان مش فنية كمان ممكن تكون فنانة غيرانة من فنان تاني فدايما فيه هدف من ورا هذا الموضوع الخبر الأول اللي حنشوفه هلأ هو طلع أنه يعيب شوم الجيش والمساعدات عم بتروح لصوص وحرامية ومافيا ونترجع الدولة المساعدة بفرجونا صور يلي هلأ عم نشوفهم بتقول أنت بي مرفق بمطار رفيق الحرير الدولة وأنه هدول مساعدات يلي عم تجي عم بتروح عم بيخدوهم تشوف المطويات الموبيلاتات كيف عم بيتيخدو بتقول أنت يعني عما يعني حتى هدول اللي بدو ينسرقو فاضطر ساعتها جهاز أمن المطار بأنه يطلع توضيح ويقول فيه أنه لا هدول أولا هذي الصور منى بمطار رفيق الحرير ثانيا غير صحيح أنه هذه المساعدات عم بتروح لأشخاص مش معروفين هدول الجيش وهدول القوى الجماري ووضح بأنه بليز وقفوا الشائعات لأنه اللبنان منه بحاجة أو منه ناقصوا أي زبزبة من هيدا النوع كمان عم يسرقوا المساعدات فشوف الهدف من وراء نشر هيد الصور واحد بيبقى نشرون وخلص تمشي وصير ريتويت وريتويت وأنا شفت كتير ريتويتين احتراما لهدول أشخاص ما حطيت لا التويت ولا الفيسبوك تابعون على الكذب يلي خلص مش هو لكن هدول الصور خاطئة ما حدا بيأخذ المساعدات وهو الصور منه بمطار رفيق الحرير نعم واضح الخبر الثاني كمان ضمن إطار بتفجير مرفق بيروت داليا أحيانا بيصير فيه تطخيم والتطخيم كمان له غاية اليوم شفت على أكتر محلعه على الإنستغرام وع الفيسبوك وشوية على تويتر تكون دقيقة تكون دقيقة بالموضوع خلينا نشوف الصورة بليز 52 ميسنج وان 52 شخص لا يزالون حتى ساعة بعداد المفقودين شفت أنا عند أربع أشخاص الخبر كاذب ما مظبوط ما فيه 52 يا جماعة طبعا نحن إذا فيه مفقود واحد ونحن بحلقة نهار السبت بي بيروت أنا توصلت مع القوة الأمنية وكنت حابة أن يتلمعه حدا من أهل المفقودين له هو البشر يعني هو الإنسان بأن الحديد هلأ داليا ما بيعرفه تبين بحسب بوقت عم بحكيك نهار السبت بحسب القوة الأمنية مصدر بين القوة الأمنية أنه فيه خمس أشخاص من هالخمس أشخاص فيه اثنين منهم مفقودين ما قبل التفجير ولكن طلب منهم أيضا يجيبوا الديناي لربما إذا كانوا بهذا المحيط ولكن فيه بنت اسمها سارة ترابا من عمره 35 سنة كنت عم تعمل سبارة علي بيال داليا طلع الانفجار والحديد هلأ مفقودة إذن العدد هو خمسة وممكن نكون أقل يعني يا أربع يا ثلاثة منه 52 وتبتقولي أنت 52 مفقود شو تجار ما عم تقولي أنت هون ساعة للجمهور شو عم تقولي للمطلق إنه شو لكن أنا مش مش رح أخذ هيدا المحال ولكن أنا بالنسبة لإلي يعني هول هذه الجريمة يكفي ما في داعي بعد نعود نزيد ونبهر ونضخم 100% زيادة العالم فيها المكفية ما بقى تحطه أكتر على العالم خصوصا أنه أخبار مننا صحيحة إنه 52 واحد تقولي أنت ولو ونيها الدولة تبه الدولة باكي مش عامل شي من شغلة موضوع آخر مش هون النقاش بس تقول 52 واحد خلينا نكون شوية دائرة أنا سلفا عمقول وينية الدولة طبعا بس عمقول النقاش الأساسي فيه هذا الرقم منه 52 ورغم كبير كتير وأكتر من 52 شخص مطلق في أهل وراهم معقول نحن كأعلام ما فيه تظاهرة ما فيه اعتصام فيه حدا بدألنا أنه يعمي يعني فيه نقطة صفين هذا الخبر الثاني يلي كمان خطأ ما فيه 52 مفقود صحيح خبر الثالث طبعا كورونا يلي رجعنا على هذه الموجة هشوف في تصريح لوزير الصحة حمد حسن بقول فيه وزير الصحة يعلن نقطتين نحن عاجزون عن مواكبة فيديوز كورونا في لبنان إليكم التفاصيل وفي صورة تانية كمان وزير الصحة يعلن نقطتين فأنت بتقولي أنه يعني يا لطيف شو هو هالأعلان نحن عاجزون عن مواكبة فيديوز كورونا توصلت مع أحد مستشاري وزير الصحة وسألته هل هيدا الشي حرفي طبعا ضحك قال لي أكيد لا قال لي وضعنا صحيح ما أنه منيح بس مش نحن عاجزون عن عن وهي دي خلفية هيك أخبار داليا هي ضرب المعنويات وهي ضرب أي ما بدأقول بارقة أمل لأنه يعني ما أشياء كتير نحكي ببارقة الأمل بس بس تقولي أن نحن عاجزون لا نحن مش عاجزون نحن بعدنا بالبروزس نحن بعدنا بمخاط أنه نقدر نكافح لهذا الفيروس فقط هيك عنوان بحبت يعني يحبت المعنويات لعدد كبير من الناس وخوف صحيح الخبر الرابع هون هون المشاكل المذهبية والطائفية وإلى ما هنالك وتوتر هو صحة كتير كبيرة هذا الموضوع داليا في نائبة رئيس التايرواطن الحر جبران باسيل ماي خريش اللي هي كسيدة أصلا مادة للجدال في عندها حدا كنتروفيرشل حدا عليه كتير أسئلة كمان عملوا لأكاونت بهذا الأكاونت خليني نبدأ شوفه لو سمحته بتقول في هون حساب مزور ينسبون إليه تغريدة من نسج خيال المزور السيد جابريارتو تنجي وهو خالو للنائب نديم جميل داليا وهو بالشخصي دون أن يتأكد يتهجم عليه بالشخصي دون أن يتأكد إذا ما كانت التغريدة صحيحة أو للتجني على الناس والتعرض شي سيء وهون بتحط لحظة بس خليني نوقفون الصورة هديك لأنه خالو نديم جميل نائب كمان وصفه بأسس كثير بشعة وقال إذا هذا الخبر كاذب بليس خبرينا شو هو الخبر يلي نحطيت على أساسه تغريدة تحتنية بتقول هو خطأ مش هي لك حدا المزور بشير جميل استلم رئاسة الجمهورية عاشينا يوم حكونا عن إنجاز واحد قام به غير خراب لبنان بعكس فخامة الرئيس عون إنجازات لا تعد ولا تحصى وبالطبع عون سيسلم لبنان أفضل مما استلمه بشير حايفينة وحبيب الشارتوني هيك تصريح قبل ما أجيك على الفؤان هيك تصريح من نائبة نائبة الوزير جبران بسيل بيطلعك نتيبك ممكن بمحل معين إذا أنت كنت ضده إنه هلنا عم بتقارن أنت فلان بفليتان وأي إنجازات فبتعمل نوع من حقد وبتعمل نوع من ردة فعل على الطيالة وطن الحر منحبه ولا ما منحبه عم نحكي منرجع علميا بهذا الموضوع خبر كاذب ليش بحطوه تحتلي أججوا كل الصراعات اللي موجودة والتويت اللي فوق تقيل أنت مع هذا شي إذا واحد يا أختي مش ضروري كل على السوشيال ميديا مثقفين مش ضروري كل على السوشيال ميديا وعيين قديش ممكن يكون في أخطاء وتتقري هيك تويت بعد انفجار المرفق الكبير الذي أدمى قلوبنا قمتوا باتصال مع رئيس طيار جبران بسيل وعرضتوا علي أن لا نبقى تحت رحمة تشوف رحمة كيف مكتوب مرفق بيروت في المنطقة الغربية عند المسلمين وأن نبدأ ببناء مرفق جديد في جرود البترون المسيحية كل هدول أخبار كاذبة لحتى لي أججوا الصراع المذهبة أو الطائفة بين المسيحيين والإسلام والمشكلة أنه فيه ناس بتصدي طبعا فيه ناس بتصدي والريتويتات هلأواني 23 قمات هيدا أخذت صورة من قبل بس تخيلي أنت لو ما هي وضحيت كيف كانت انتشرت ويعيب يشوم علي لحروع الخبر الأخير من الخبار كاذبة خارج لبنان وهي بصحافة صحيفة تركية اسمها الصباح ذكرت بأنه بنته للرئيس السوري بشار الأسد واسمها زين عم بتستجمم على باخرة على بوت بتركيا ببادروم منشوف كمان الصور بتقولي أنت هون أحي هيدا الصورة بقولون هيدا بنته لبشار الأسد وعم نحكي نحن مين صحافة تركية بكل الخلافة السياسية اللي موجود يومين من تركيا وسوريا أنه بنته لبشار الأسد والأضرب داليا أنه في صحفية تركية بتقوم تكتب لتشوف كيف في الأخبار كاذبة بتكون عندها خلفية معينة بتقوم تكتب بتقول أنه الشي بما معناه أنه يعي بشوم عليك أنت اليوم عم تستجم بشواطئ تركية يلي بيك عساس بشار الأسد هو يلي قتل الناس وهربوا من هيدا الطريق وهربوا منه من عبر المياه الإقليمية التركية فهيدا الجديل ضغرة تلملم ضغرة صرفية الاعتذار وأنه لا هي مش بنته لبشار الأسد هيدا من بيت الأسد يعني عمه لبشار الأسد هي بتكون حفيته يعني تختلف كليا عن أنه هي بنته لبشار الأسد هيك أخبار مش عن عبس كمان تحتالي يزكس كوني عايب شو ما عليك العالم عم تموت وإنت بعت الناس حتى لتتسبح أو بعت بنتك حتى تتسبح هيدا الوعي لأننا عم نجرب هيدا الفقرة داليا أنه عن جد نضو عليها تالعالم تنتبه بقد نظر سياسي منحبهم ومنحبهم ضدهم معهم ولكن يخلينا دايما نقدم أي خبر نقدر نفكر إذا هذا الشي صح ولا لا فقرة الثانية يلي كمان بشكل سريع هون بدي إياكي هون بدي إياكي داليا شو ما عمل بالكي شو ما عمل لا بتعملي كتير من دوني هلأ أعطى أن نحن نحضر فيديو ومدته ثلاث دقائية عن من 2014 اليوم ست سنين باليوم بهذا التاريخ بـ 24 آن بالـ 2014 15 16 شو صار وخلي كمان المشهدين يقدروا يشوفوا هن شو كانت أولوياتهم وين كان الحديث حتشوفوا بعض الأشخاص يلي بتلمت كانوا اليوم عم يحكي يعني هذو كانوا سمنة على عسل ما بعضهم يمقبرين بعضهم بتشوفوا كيف عم ينغش الشعب اللبناني ونحن كمان كصحافي محل معين لنحن نحضرهم نجا من علي ألي سريان آخر المعلومات عن أسرى الجيش وقوى الأمن الداخلي تفيد بأنهم بخير منذ آخر تسجيل قبل يومين لا تزال الجهات اللبنانية التي عادت وتحركت على خط المفاوضات بعد هيئة العلماء المسلمين ممثلة باللواء عباس إبراهيم تنتظر تقديم الخاطفين لطلباتهم التي لم تصل حتى الساعة القطر تكفيري يستنفر البيك والأمير والوزير في الجبل يشبه داعش بحزب الله شو هالهرطقة شو هالهرطقة السياسية وشو هالهرطقة السياسية وشو هالهرطقة السياسية بتلاقي بكل النشرات من 2014 لليوم بتلاقي أنه الموضوع الأمن كان طاغي بشكل كتير كبير بتلاقي أنه بال2019 سمت الماضي بنفس هذا التاريخ كان التقى فخامة الرئيس على عماد ميشان عون مع النائب وليد جملات نائب سابق وليد جملات وبيقول فيه وليد جملات أنه فخامة الرئيس لحي دعينا لحوار كلنا سوا لنشوف شو الأزمة الاقتصادية وأنه بهذه الأزمة الاقتصادية فيه مواقف غير شعبية اللي لازم أنه تتخذ وبيطلع ميشان عون كمان بقول أنه هيك ما فينا نكمل هذه تراكمات 30 سنة بركب عهد ما أقدر زبط الوضع الاقتصادي لأنه التراكمات كبيرة بس للأسف الفيديو طلع الفيديو الخطأ بس هذا بيعطينا فكرة أكيد بكرة بعد بكرة حانيا نكمل هذا الموضوع بيعطيك فكرة كيف أنه الأمور هي زيتا بتتكرر الأحاديثي زيتا الوضع الأمني لطالما كان مقساة بالنسبة لأننا كاللبنانيين ونحن ذاتنا أنت مبعف حساية تحالك أنا مش عم بحكي مش عم بحكي بالشكل بس بعدنا لليوم ما قدرنا نعمل تغيير فعلي على الأرض نقدر من خلاله نعيش حياة والابتسامات بيناتهم ونوائلة ما هناك للأسف هيد الفكر أنا بس بقالك كتير كتير مهمة تحتالي نظن تذكر ذكرتنا ما لازم تنسى شو كان يقوله وشو صار وشو بعد ما صار خلاص رشال كليا وانتطلعي معنا خلصنا بتتتتتتر مهمة شكرا لزميلة رشال كرم اللي كانت معنا بفقرة صار ما صار طبعا